استهجن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقوف الأمة متفرجة على إغلاق الأقصى الذي وصفه بالحدث الإجرامي الخطير وطالب الأمين العام للاتحاد علي القرداغي جميع القوى العاملة من أجل الحرية في العالم ومنظمات المجتمع المدني بالاحتجاج على مثل هذه الأفعال التي تمس حرمة بيوت الله كما عبرت تركيا عن رفضها لقرار إغلاق المسجد الأقصى ودعت إسرائيل إلى إعادة فتحه فورا للعبادة وصفة احترام الأماكن المقدسة ومكانتها التاريخية بالضرورة الإنسانية والقانونية بدورها استنكرت دولة قطر بشدة القرار الإسرائيلي وقالت إن القرار يمثل انتهاكا خطيرا لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في العالم فيما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمنع إسرائيل إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي وإعلانه منطقة عسكرية ووصفت الإجراء بأنه انتهاك لحرية ممارسة الشعائر الدينية أما الأردن فقال إنه أجر اتصالات مكثفة للضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى فورا أمام المصلين بينما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القرار الإسرائيلي من شأنه إذكاء التطرف وتصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في القدسي الشرقية